بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسلامتو من الكرام. اهلا وسلام كل بيسمعني الاول مرة. معكم اه مصفا قناة تيوك اللي بيسمعني الاول مرة واجهوا الفيديو ما ينساش اشترك وفعل قرص. حب اعرفوني في قناة ثانية اسمها تيوك معرفة. القناتين بنزل فيهم تعبير وانشاءات ووضعيات ادماجية وحلول وتلخيص ودروس. اه وباقي محتوى القناة ادمونا في القناتين يمكنكم الوصول للقناة الثانية اذا اه يعني لا تستطيع الوصول الى يمكنك فتح هذه القناة. استحذي القناة اسفل الفيديوهات عند الفيديوهات مميزة من تحت تجد القناة الثانية. او ممكن تكتف البحث تيوك معرفة هتظهر لك. ولا تنسوا اللايك وكومنتي للقناة. دعم لنا لنستمر في نشرف المزيد ان شاء الله. اليوم الخطبة عن فلسطين واصفال فلسطين. اه مقدمة وعرض وخاتمة. فالمقدمة كده اه نقول في الخطبة بسم الله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يجب ان تكتب في بداية الخطبة. اي خطبة يجب ان تكتب في بدايتها. ان ما نراه اليوم في فلسطين من قبل الاحتلال الصهيوني افعال مشينة. حيث يتعرضون الانتهاكات جسيمة ووحشية. قتل وعذاب والسجن وحرق منازل وغيرها. واما عن الاطفال يقتلون ويشردون وتشوه طفولتهم. وكما كما تهدد حياتهم. ويتعرضون لاعقات بسبب القصف اليهودي. هذا هو حال الاطفال في فلسطين. فاين حقوقهم كاطفال؟ لم ينهان جنون الاسلامي عن العنف من حق كل فلسطيني ان يعيش في بيئة امنة. فيا ابناء الامة الاسلامية نحن مطالبون بالعمل على ايجاد بيئة. بالعمل على ايجاد بيئة وظروف افضل لهم. الشارع الفلسطيني يشهد اثليب عزوانية قل قتل العمد او القتل المتعمد. والحرمان من التعليم باغلاق المدارس لمدة طويلة واتخاذيها كثكنات عسكرية. والى جانب ترويع الاطفال وحرمانين من الراحة وحتى النوم. حرمانين من الراحة والنوم. ولذا على جميع المجتمعات والمنظمات الانسانية حماية الفلسطينيين وخصوصا الاطفال حتى يسفوحوا مثل باقي الاطفال ينعمون بكافة حقوقهم. نحن وشعب نحترم العدالة وحرية قيمة الانسان فتا يعجب السنهاد روح التضامن والتعاون ووجوب الاحساس بالاخرين. اه الخاتمة اه اطرق بيات. وفي الاخير ادعو الله ان ينصرهم ويفرج اقربهم ويعينهم على ما هم فيه ويقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. ان بعد العسر يسرى. ان مع العسر يسرى. ان مع العسر يسرى. ان مع العسر يسرى. انتهيت كده من اه الخطبة. طبعا عندك كتابة الخطبة. اه بنلتزم يليها مؤشرات او ليها يعني يجب ان نلتزم باسليب انشائية. امر استفهام تعجب نداء. ان نلتزم ايضا اه بحجج براهين ادلة. اه تكون الجمل يعني برضو مختلطة بين يعني خبرية وانشائية. ونستشهد باستشهدات كثيرة يعني ايات قرانية احاديث شريفة اه حكم واقوال. اه لجب اننا نستشهد بها في الخطبة في الخطبة. لكي تكون الخطبة نجحة او يعني جيدة. اه وكمان اه عندينا ممكن نلاحظ هنا اه عندينا المقدمة هنا نترك بيض. اه العرض. هنجد. فاين حقوقهم كاطفال? اسلوب انشائي استفهام. الم ينهان اه اسلوب انشائي استفهام وتعجب في نفس الوقت. فيا ابناء الامة الاسلامية. اه نداء. فيا ابناء الامة الاسلامية هنا نداء. نحن الضمائر برضو توزيف الضمائر في الخطبة. اه 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 استشهادات ونصائح وحس اه اه وحس الجميع على يعني على يعني الموضوع اللي بنتكلم عنه اه 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 توجيهات. وممكن نستخدم اثليب الزم اه اثليب الزم ويعني اثليب الاخرى. والمتح. سليب الزم والمتح. هنا ليز على جميع المجتمعات المنظمات الانسانية حماية الفلسطينيين. خصصا اه 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 توجيه. نحن شعبهم. الضمير هنا نحن ضمائر. يتوجب. توجب استنهاض روح التضامن والتعاون. اه اه وفي دعاء ايضا في الخاتمة دعاء. في الاخير ادعو الله ان ينصرهم ويفرج قربهم ويناموا على منهم في استشاة تباية قرانية. انها مع العصر يسرى. اه وممكن ممكن نقول اي قرانية اخرى. اه عن الصبر يعني وصبره ما صبرك الا بالله. ممكن نستشهد بيها. مقدم هنا اترك بياض. في العرض اترك بياض. والخاتمة هنا اترك اه بايا. اه اراكم بالفيديوهات القديمة. يارب اتعجبكم الخطبة. ايجزا لم تعجبكم. يمكنكم الكتاب بطريقتكم او البحث في قناهات اخرى. اه اعملونا لايك. اذا اخذتم التعبير او اخذت يعني جزء منه. او استفدت من الفيديو امنونا اللايك. اه تدعمونا اكثر. ننزل لكم فيديوهات اكثر. اه كل تطلبون ننزله لكم. اشكركم على حسن الاستماع وترككم في رعاية الله. كانت معكم الصفاة قناة يوتيوب. كلها تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة الثانية. يدعمونا في القناة الثانية. عايزين نوصل القناة الثانية لأكبر عدد من مشتركين في اقل وقت ممكن. عايزين رحمة الله وبركاته.